صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم أيها الرائعات معكم أميما على قناة وصفة ناسمان للوصفات الطبيعية سعدوا بلقائكم عزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي وصفة جد تهلة وبسيطة ولكنها فعالة جدا جدا للتخلص نهائيا من الشيب المبكر في مدة قثيرة جدا هذه الوصفة ستساعدك أيضا على تطويل الشعر ومنع تساقطه من أول استعمال بالإضافة إلى أنها رائعة جدا لعلاج قشرة الشعر ستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة الرائعة جدا والفعالة للتخلص نهائيا من الشعر الأبيض إلى عسير البصل فعسير البصل يعاد من بين المكونات المفيدة جدا والرائعة لعلاج مشكل الشعر الأبيض أو الشيب المبكر وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من مادة الكبريت التي تعمل على تحفيز عمل صبغة الميلانين بشكل طبيعي وتحفيزها على إرجاع اللون الطبيعي لأشهر ستحتاجين كمقدار من عسير البصل وخصوصا عصير البصل الأحمر فهو مفيد وأحسن وأفضل من البصل الأبيض ويفضل ويستحسن استخدام عصير البصل الأحمر في هذه الوصفة ستحتاجين كمقدار من عصير البصل إلى ثلاث معالق كبيرة من عصير البصل أما المكون الثاني فهو زيت جوزة الهند فهذا الزيت مفيد جدا ورائع جدا للشعر فهو يعالج معظم مشاكل الشعر سواء تعلق الأمر بالشيب المبكر أو عدم إطالة الشعر وخصوصا الشعر القصير وكذلك زيت جوزة الهند مفيد جدا لعلاج مشكل تقصف الشعر وقشرة الشعر ستحتاجين كمقدار من زيت جوزة الهند إلى اثنين معالق كبيرة من زيت جوزة الهند أما المكون الأخير في هذه الوصفة فهو الجل الألوفيرا أو السبار فهو رائع جدا للشعر فهو يعمل على تقوية بصيلات الشعر وكذلك تحفيزها على النمو بالإضافة إلى أنه رائع جدا لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض وذلك لأنه يوفر التغذية الكاملة لبصيلات الشعر لكي يعمل على تحفيزها على إرجاع النمو إرجاع سبغة الميلانين الطبيعية للشعر كذلك جل الألوفيرا أو سبار رائع جدا لإطالة الشعر وكذلك إنبات فرغات الشعر ستحتاجين كمقدار من جل الألوفيرا أو سبار في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا أو سبار بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج مشكل الشيب المبكر أو الشعر الأبيض نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناسمان فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق شكرا جزيلا لك أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو تحضير عصير البصل واستخدامه مباشرة بعد تحضيره وذلك لكي تحتفظ على مادة الكبريت وتستفيد منها بشكل كامل بعد ذلك تقومين بإضافة زيت جوزا الهند وأيضا الألوفيرا تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس وبعد ذلك تقومين بتوزيع هذه الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف مع التركيز على مناطق تواجد الشعر الأبيض أو الشيب المبكر تكررين هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع فهي كافية وجد فعالة للتخلص نهائيا من مشكل الشعر الأبيض أو الشيب المبكر بسرعة في مدة قصيرة جدا هذه الوصفة أيضا ستساعدك بالإضافة إلى التخلص من الشعر الأبيض إلى تطويل الشعر وكذلك تكتيفه ومنع تساقطه وأيضا علاج قشرة الشعر كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم أيها الرائحات معكم أميما على قناة صدنا اسمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم حزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي وصفة جد تهلة وبسيطة ولكنها فعالة جدا جدا للتخلص نهائيا من الشيب المبكر في مدة قصيرة جدا هذه الوصفة ستساعدك أيضا على تطويل الشعر ومنع تساقطه من أول استعمال بالإضافة إلى أنها رائعة جدا لعلاج قشرة الشعر ستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة الرائعة جدا والفعالة للتخلص نهائيا من الشعر الأبيض إلى عسير البصل فعسير البصل يعاد من بين المكونات المفيدة جدا والرائعة لعلاج مشكل الشعر الأبيض أو الشيب المبكر وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من مادة الكبريت التي تعمل على تحفيز عمل صبغة الميلانين بشكل طبيعي وتحفيزها على إرجاع اللون الطبيعي لأشعر ستحتاجين كمقدار من عصير البصل وخصوصا عصير البصل الأحمر فهو مفيد وأحسن وأفضل من البصل الأبيض ويفضل ويستحسن استخدام عصير البصل الأحمر في هذه الوصفة ستحتاجين كمقدار من عصير البصل إلى ثلاث معالق كبيرة من عصير البصل أما المكون الثاني فهو زيت جوزة الهند فهذا الزيت مفيد جدا ورائع جدا للشعر فهو يعالج معظم مشاكل الشعر سواء تعلق الأمر بالشيب المبكر أو عدم إطالة الشعر وخصوصا الشعر القصير وكذلك زيت جوزة الهند مفيد جدا لعلاج مشكل تقصف الشعر وقشرة الشعر ستحتاجين كمقدار من زيت جوزة الهند إلى اثنين معالق كبيرة من زيت جوزة الهند أما المكون الأخير في هذه الوصفة فهو الجل الألوفيرا أو السبار فهو رائع جدا للشعر فهو يعمل على تقوية بصيلات الشعر وكذلك تحفيزها على النمو بالإضافة إلى أنه رائع جدا لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض وذلك لأنه يوفر التغذية الكاملة لبصيلات الشعر لكي يعمل على تحفيزها على إرجاع النمو إرجاع سبغة الميلانين الطبيعية للشعر كذلك جل الألوفيرا أو سبار رائع جدا لإطالة الشعر وكذلك إنبات فراغات الشعر ستحتاجين كمقدار من جل الألوفيرا أو سبار في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا أو سبار بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج مشكل الشيب المبكر أو الشعر الأبيض نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناسما فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوره ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو تحضير عصير البصل واستخدامه مباشرة بعد تحضيره وذلك لكي تحتفظ على مادة الكبريت وتستفيد منها بشكل كامل بعد ذلك تقومين بإضافة زيت جوزا الهند وأيضا الألوفيرا تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس وبعد ذلك تقومين بتوزيع هذه الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف مع التركيز على مناطق تواجد الشعر الأبيض أو الشيب المبكر تكررين هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع فهي كافية وجد فعالة للتخلص نهائيا من مشكل الشعر الأبيض أو الشيب المبكر بسرعة في مدة قصيرة جدا هذه الوصفة أيضا ستساعدك بالإضافة إلى التخلص من الشعر الأبيض إلى تطوير الشعر وكذلك تكتيفه ومنع تساقطه وأيضا علاج قشرة الشعر كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر